السلام عليكم معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من تحليل أنديل أردوران بيعيغ الاتحاد الأوروبي بيقولهم إن إحنا اتفقنا إن إنت تديني 6 و 4 من 10 مليار دولار مقابل إني أدخل اللاجئين السوريين الأرض عندي ولا بصراحة ما جاليش من المبلغ ده يغنصه بس وبناء عليه اتفضلوا بقى شيلوا مسئوليتكم وخدوا اللاجئين دول عندكم وبيطالب دولة اليونان بفتح البوابات بتاعتها علشان اللاجئين تدخل اليونان وتدخل أوروبا من خلال اليونان والمؤيدين لأردوران أو بمعنى أدق الخرفان أو العبيد له بيقيدوا الكلام ده جدا بيقولوا إنه هو مش ملزم بيهم وإنه لازم الاتحاد الأوروبي والعالم يشيل مسئوليته ياما يدفعوا له ياما ياخدوا الناس عنه وكأنهم نسيين إن الناس دي من وسط الدول المحيطة بسوريا دقوا على كل اللبواب فهو أردوران اللي فتح لهم اللبواب بتاعتهم يعني الدول المحيطة بسوريا عندنا العراق وعندنا لبنان وعندنا الأردن كل دولة خدت نصبها محدش فيهم اشتكى ولا حد فيهم تدمر ولا حد فيهم طالب الاتحاد الأوروبي بفلوس ولا الكلام ده وفي دول كمان برضو مش محيطة بيهم زي مصر وزي السعودية وزي السودان وزي الشمال الأفريقي السوريين انتشروا فيهم مفيش دولة في العالم طالبة الاتحاد الأوروبي أو طالبة المجتمع الدولي بنافقات إقامة وأعاشة الناس دول غير أردوران دي نقطة النقطة التانية والنقطة المهمة جدا إن أردوران لما أعلن العملية العسكرية في الشمال السوري قال إن أنا عايز أعمل منطقة عزلة أوطن فيها اللاجئين اللي جمع عندي ورجعهم أراضيهم تاني من خلال الأراضي اللي حجرها دي أو اللي حفتحها دي وبالفعل فتح جزء من الأراضي السورية وسيطر على أراضي كتير من الأراضي السورية كان يقدر لو هو حابب إنه هو ما يتجرش باللاجئين السوريين إنه يرجعهم لبلدهم ولو حتى تحت إشرافه ولو تحت إقدارته لأن المنطقة دي تعتبر دلوقتي تحت الاحتلال التوركي بغير من أن تركيا بتنفي إن هي عندها نية لاحتلال أي جزء من أجزاء الأراضي السورية فمنين أنت الجيش بتاعك بيدخل أراضي في سوريا وبيسيطر عليها ومنين ما بترجعش فيها اللاجئين السوريين وبتفتح لهم البوابات ناحية أوروبا علشان خاطر تبتز الأوروبيين يعني إما الأوروبيين يقفوا معاك ويسندوك أو يدفعوا لك فلوس علشان خاطر تقاعد اللاجئين عندك أو إنهم يدعموك في حربك ضد سوريا وحليفتها روسيا أو إنك تطلق اللاجئين عليهم فتحصل أزمة إنسانية وتبدأ أن تتاجر بها تقول أنا الناس اللي عندي كانوا عايزين عندي معززين مكرمين وانتوا اللي مقابلتهمش كويس وانتوا اللي ضيعتوهم وانتوا اللي وارفتوهم وانتوا اللي شرطوهم وانتوا 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 هو إن ظام المتاجرة ده المهم مش في أردوران لأن أردوران تاجر ومكشوف ومفضوح قدام عينينا كل ينا من زمان قوي المهم عند الناس اللي مؤمنة بيه ومصدقاء وبتعبوده ده شوية شوية خلاص هيقوله أردوران رضي الله عنه ده إذا ما كانوش قالوا بالفعل المرحلة الجاية حيبقى أردوران صلى الله عليه وسلم أردوران اللي باع السوريين وباع سوريا في حلب وباع سوريا في إدلب وخذ المرتزق السوريين اللي كان المفروض يحاربوا عشان يحرروا أردوهم من ظلم وبشار زي ما هم بيقولوا لأ سابوا أردوهم وسبوا بلدهم وتولع سوريا وطلعوا على ليبي عشان يحاربوا الاردوران معركته هناك علشان هو جابن ان هو يبعت الجيش والعتاد والقوات بتاعته ولسه فيه خرفان بتطبل وبتهل الاردوران لحد امتى انا مش فاهم الموضوع فعلا بقى مستفزه وبقى زيادة عن الحد اوروبا لو بتبعوا الصحف بتاعتها باللغات المختلفة بعيدة عن اللغة الانجليزية عندها حالة صخت من المدى واردوران برد النظر عن ان هم بيسموا الدكتاتور ولكن حاليا هو بيتاجر باحلام الشعب السوري احلام اللاجئين السوريين الصحفة التركية النطقب التركية المعارضة بيتكلمه على ان اردوران بداخل الحرب السورية علشان ينفع مصانع جوز بنته اللي بتعمله الطائرات المسيارة الصحف الاوروبية بتتكلم اليومين اللي فاته على حبس صحفي توركي لمجرد انه قال انه فيه ضابط مخابرات تقتل في ليبيا الحبس على طول اردوران بيقسر على كل الجابهات الجابهة الاقتصادية والجابهة السياسية والجابهة العسكرية. في الوقت اللي شعبيته ما بين العرب والمغيبين العرب والمغفنين العرب في ازديات. بفضل اعلام شغال على دميرة الناس اكتر من خمستاشر سنة مجيد في اردوران. صور لهم ان اردوران ده هو المهد المنتظر وخليفة المسلمين القادم. ولازم كلنا نقف جنبه عشان يوحيي دولة الاسلام ودولة الخلافة. اللي ما عارف يحليها في بلد السورية رح يحييها في العالم الاسلامي ازاي انا مش عارف. الصحافة المحيدة شايفة ان نهاية اردوران الرابط. بينما الصحافة الاخوانجية والقطرية والتركية النطقة بالعربية الموالية للحكومة التركية بتقول ان اردوران مستمر ويتمدد. ايه اللي فيهم حيتم ده اللي هنشوفه قريب. هنشوفه في الانتخابات التركية الجاية. فاما ان اردوران بطل قاومي واحنا ما نعرفش واحنا مرفلين او اننا شايفين صح وتسقط اسطورة اردوران الى الابد. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.